بسم الله نكمل إلى الجزء الثاني من محاضرة أركان الدولة الإسلامية انتهينا في الجزء الأول إلى حقوق وواجبات أهل الذمة نأتي إلى معاملة أهل الذمة دلت نصر الشرية على جواز معاملة أهل الذمة وبرهم ولكن بحضر كما قال سبحانه وتعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقصطوا إليهم ولكن لا يجوز أن نتودد إليهم فنالك فرق بين المعاملة بالحسنى والبر وبين التودد والمودة فأن التودد والمودة محرمة كما قال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق الركن الثالث هو الدار أو الإقليم والدار أيضا تنقسم إلى قسمين دار أهل الإسلام ودار أهل الكفر فدار الإسلام هي على ثلاث أقسام الحرم أو حدود الحرم وأرض الحجاز وما عدا ذلك بلاد المسلمين فالحرم حدود الحرم لها حكام خاصة فهو لا يقتل صيده ولا يعضد شجره ولا يجوز أن يدخله غير المسلمين والحجاز الذي هو على الصحيح ما كان بين مكة والطائف والمدينة من جبال السروات وما يتبعهما فإن أرض الحجاز على القول الصحيح والراجح هي الأرض التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإخراج اليهود والنصارى منها فقال صلى الله عليه وسلم أخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة العرب والجزيرة العرب اختلف فيها على أقوال منهم ما قال أنها الجزيرة ككل ومنهم ما قال أنها مكة والمدينة ومنهم ما قال أنها أرض الحجاز والصحيح أنها أرض الحجاز وهي ما بعد أراضي نجد من جهة الغرب إلى المدينة المنورة وإلى الغرب المدينة المنورة في الغرب الشمالي والمكة والطائف الغرب ومن الجهة الغربية فهذه هي دور الإسلام الحرم والهجاز وما عداه ذلك من بلاد المسلمين أما دار الكفر فأيضا تنقسم إلى قسمين دار الحرب ودار العهد ودار الحربية التي بين المسلمين وبين أهلها قتا ذلك تسمى دار حرب ولها أحكام أنها مستباحة أما دار العهد فهي التي بين المسلمين وبين أهلها صلحا وعهدا وميثاقا طيب الركم الرابع هم أولو الأمر وقد عرف ولي الأمر بعد النبي صلى الله عليه وسلم في الدول الإسلامية بعدة ألقاء فلقب الخليفة الأول أبو بكر الصديق رضي الله عنه بلقب الخليفة أي خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء بعده عمر وأول عهده لقب أيضا بالخليفة ولكنه دعي بأمير المؤمنين فرأى فيها رضي الله عنه رأى فيها أمرا حسنا فأصبح أول من نقب بأمير المؤمنين هو عمر رضي الله عنه ثم لما جاء عهد عليه رضي الله عنه وكثرت الفتن وأصبح في الشام خليفة وفي غيرها وتفرق بعض المسلمين فإن الناس استلحوا على تسمية علي بن أبي طالب بالإمام هو أول من اشتهر بهذا اللقب ولهذا كان الولي الأمر في الإسلام مرتبة عظيمة بل إن الله سبحانه وتعالى قرن طاعة ولي الأمر بطاعة الله ورسوله فقال يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم وأولي الأمر هنا اختلف العلماء أهل التفسير في من هو ولي الأمر في هذه الآية فمنهم من قال لهم الفقهاء والعلماء ومنهم من قال الأمراء والولاة ومنهم من قال لهم خاص بأبي بكر وعمر ومنهم من قال لهم هاجنوا والأنصار ولكن الصحيح أنها عامة فكل من بيده الحل والعقد داخل المجتمع الإسلامي فهذا هو ولي الأمر سواء كان إماما أعظم أو ملكا أو رئيسا أو غير ذلك طيب ما هي الشروط التي تشترط في الإمام هناك نوعان من الشروط شروط اتفق العلماء عليها وشروط اختلف العلماء فيها والشروط المختلف فيها محذوفة عندكم لكن سنتحدث عن الشروط المتفق عليها بناء العلم أول شرط وهو أعظم شرط الإسلام لأن الله قال وأولي الأمر منكم فلا يجوز أن يتولى على المسلمين أحدا من غيرهم لا يجوز أن يولى على المسلمين أحد من غيرهم لا يجوز أن يتولى عليهم ملحد ولا يهودي ولا نصراني ولا غير ذلك من الملل فيجب أن يكون إمام المسلمين الأعظم من أهل الإسلام الثاني التكليف أي أن يكون بالغا عاقلا لأن غير البالغ غير العاقل مرفوع عنه القلم فكيف يحكم أهل الإسلام قال النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة عن النايم حتى يستيكد وعن الصغير حتى يكبر وعن المبتلى أي من كان في عقله خبل حتى يعقل الشرط الثالث الحرية أي أن يكون حرا غير عبد لأن العبد إنما هو منشغل بمصالح سيده ولأن سيده يأمره ويجب عليه نطيعه فإذن لا بد أن يكون الإمام حرا لا يملك أحد حتى يستطيع أن يحكم بين المسلمين وأن يكون لوهيبة بين الناس الشرط الرابع هو أو هي الذكورة أي أن يكون ذكرا هذا شرط لازم لقول النبي صلى الله عليه وسلم لن يفرح قوم ولوا أمرهم امرأة فلا يجوز أن تولى المرأة الأمور العظام كإمامة المسلمين كالقضاء فإن هذا لا يجوز أن تولى فيه المرأة كما رص عليها واتفق عليه أهل الإسلام أجمع لم يختفى الإسلام في عدم جواز تولية المرأة من أهل العلم المعتبرين والعيمة كلهم الأربع العيمة كلهم اتفقوا على ذلك الشرط الخامس العدالة والعدالة هي الاستقامة والصلاح وفي الاستلاح هو اجتناب الكبائر وعدم الإصرار على الصغير وأن يغلب صوابه على خطأه والعدالة لا تعني الكمال لا تعني أن يكون زاهداً كديساً وإنما المقصود هو المقصود هو في الاستقامة اجتناب الكبائر وعدم الإصرار على الصغير الشرط السادس الكفاءة أي الحزم والحنكة هو القدرة على اتخاذ القرارات المناسبة أي أن يكون كفءاً لحكم المسلمين وإدارة البلاد فإن الشخصيات تختلف فهناك شخصيات قادرة على اتخاذ القرارات ويكون لديها حكمة وقدرة على مواجهة الصعاب أو الصعاب وهناك شخصيات لا تستطيع ذلك فلابد أن يكون الإمام العظم كفءاً أما المختلف فيها فمحظوف عليكم كما ذكرت لكم فننتقل إلى واجبات الإمام الواجبات التي يجب على الإمام أن يقوم بها هي أن يحفظ أصول الدين أي أن يحفظ أصول الإسلام وما اجتمع عليها السلف في باب العقائد وفي باب الأحكام يجب عليه أن يحافظ عليها وأن يقيمها بين الناس كما أنه يجب عليه أن ينشر العلم والمعرف وأن لا يجهل الناس ويجب عليه أن يعمل على توفير الحياة الكريمة للناس وأن يقيم الحدود يحفظ الحقوق العامة والخاصة ويجب عليه أن يحصن الثغور وأن يعد العدة كما قال سبحانه وتعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ويجب عليه أيضاً أن يحرص على نشر الإسلام والدعوة إليه ويجاهد أعداء الإسلام وأيضاً يجب عليه أن يجبي الفي والصدقات كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل في النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل العمال لجباية الفي والصدقات حتى يجعلها في بيت المال ويقسمها بين المسلمين وكذلك يجب عليه أن يقدر العطايا بالعدل والسوية بين أهل الإسلام ويجب عليه أيضاً أن يختار الأكفاء من موظفي الدولة وأن يحرص على تعيين الأمناء الذين يستأمنون في الأمور العامة والخاصة للدولة أما الحقوق التي للإمام فإن أعظم حق للإمام هو الطاعة بالمعروف كما قال سبحانه وتعالى أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول مؤولي الأمر منكم والطاعة إنما هي بالمعروف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الطاعة في المعروف أو بالمعروف أيضاً من الحقوق التي يجب على الرعية أن يؤدوها للإمام أن ينصروه إذا طلب النصرة فإذا طلب النصرة وأعلن الجهاد فإنه يجب على كل قادر أن يلبي هذا الطلب وأن ينصر الإمام وأن يكون في جيشه كذلك من حقوق الإمام النصيحة لقول النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة الدين النصيحة الدين النصيحة كررها ثلاثة صلى الله عليه وسلم قلنا لمن قال لله ولكتابه ولرسوله ولأمة المسلمين وعامته والنصيحة إنما هي تكون بالطرق الشرعية لا بالبلبلة وإثارة الفتن محاولة لإظهار الخلل والزلل وإنما تكون عن طريق أهل العلم الذين يعرفون كيف يؤدون النصيحة وبهذا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإن حضرتنا اليوم هي عن أركان الدولة الإسلامية لا شك أن الركن هو الأساس الذي لا يقوم البناء بدونه ولهذا كان من المهم أن نعرف أركان الدولة الإسلامية التي تقوم عليها والدولة من حيث العموم تعريفها أنها مجموعة كبيرة من الناس تعيش على قطعة من الأرض ويقوم على تنظيم هذه الجماعة وإدارة شؤونها هيئة حاكمة ويطبق عليها نظام معين هذا هو تعريف الدولة من حيث العموم أما أركان الدولة الإسلامية فهي أربعة أركان الركن الأول الحكم بما أنزل الله الركن الثاني الرعية أو الشعب الركن الثالث أو هي الدار أو الإقليم الركن الرابع هم أولو الأمر هذه الأركان الأربعة للدولة الإسلامية وسأنا تناولها بالتفصيل الركن الأول الحكم بما أنزل الله يا شك أن الحكم بما أنزل الله هو أعظم ما يميز الدولة الإسلامية فالدول الإسلامية تتميز بأنها تطبق شرع الله الله عز وجل يقول وأنحكم بينهم بما أنزل الله ويقول سبحانه وتعالى إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكوا بها النبيون الذين أسلموا والذين هادوا ويقول سبحانه وتعالى فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق فإذا الله عز وجل أمر بوجوب الحكم بما أنزل فإنه سبحانه وتعالى إنما أنزل الكتاب الذي هو القرآن والحكمة التي هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم من أجل أن تكون نبراساً ودستوراً للأمة الإسلامية ولهذا كان الحكم بغير ما أنزل الله حكم بالجاهلية الله عز وجل يقول أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكماً لقوم يوقنون من أحسن من الله حكماً؟ لا أحد لا أحد أحسن حكماً من الله عز وجل الذي هو خالق العباد وهو الذي أعلم سبحانه وتعالى بمصالحهم ولهذا كان الحكم بغير ما أنزل الله من أسباب حلول العقاب والعذاب من الله سبحانه وتعالى وقد سمى الله عز وجل من لم يحكم بما أنزل بأنه كافر قال سبحانه من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون وقال سبحانه من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون وقال من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون فإذن الحكم بغير ما أنزل الله إما أن يكون كفراً وذلك إذا استحل الحاكم الحكم بغير ما أنزل الله أو رأى أن الحكم بغير ما أنزل الله مثل الحكم بما أنزل الله أو فضل الحكم بغير ما أنزل الله أو الحكم بما أنزل الله سبحانه وتعالى فهنا يكفر أما الظلم والفسق فقد يحكم الحاكمة والقاضي بغير ما أنزل الله اتباعاً لهواه أو طمعاً في مال أو طمعاً في منصب وهكذا من أمور الدنيا فإن هذا لا يكفر لكنه يكون ظالماً فاسقاً فإذن الحكم بغير ما أنزل الله ظلم أو كفر أو ظلم أو فسق ولهذا فإن الله عز وجل شدد في مسألة الحكم وأخبر سبحانه وتعالى أن من يحكم ومن يقبل حكم الله هو المؤمن الحق ذلك يا الله سبحانه وتعالى وما كان المؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم يعني أن المؤمن المؤمن يقبل الحكم الله ولا يناقشون فيه ومن هو بخلاف ذلك فإنه يخشى عليها أن يكون من أهل النفاق أو من أهل الكفر نصر الله العافية الركن الثاني هم الرعية والشعب والشعب في الدولة الإسلامية ينقسم إلى قسمين مسلمين إلى مسلمين أو إلى غير مسلمين والمسلمون معروفون هم كل من آمن بالله وصدق برسوله أما غير المسلمين فإنهم ينقسمون إلى قسمين القسم الأول المستأمنون القسم الثاني هم أهل الذمة المستأمنون الأمان أو المستأمن في اللغة هو طلب الأمان وفي الاستلاح هو من دخل دار الإسلام بأمان طلبه فإذن المستأمن أو المستأمن هو الطالب للأمان هذا في اللغة وفي الاستلاح هو من دخل دار الإسلام بأمان طلبه الله عز وجل يقول في سورة التوبة وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة فإذن المستأمن ليس من رعاية الدول الإسلامية الدائمين بل إقامته مؤقتة وهم على أربعة أصناف إما أن يكونوا رسل أو تجار أو مستجيرون قد وقع عليهم الضم في ديارهم أو طالبوا حاجة من زيارة أو سياحة أو غيرها أو علاج أو غيره وحكم هؤلاء أنه لا يجوز تهجيرهم ولا قتلهم ولا تؤخذ منهم الجزية فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة فلا يجوز الاعتداء عليهم وكذلك أهل الذمة والذمة في اللغة هم أهل العقدة الذين عقد معهم الإمام عقدا وفي الاصطلاح هم المعاهدون من أهل الكتاب ومن جرى مجرهم طبعا أهل الكتاب معروفون وأهل الكتاب هم اليهود والنصارى أما من جرى مجرهم فكل من أجراه أهل العلم كل من أجراه أهل العلم ما جرى أهل الكتاب فإنه يكون منهم كما نص كثير من أهل العلم على أن المجووس عندهم شبهة كتاب فأيضا يكون من أهل الذمة إذا عقد الإمام معهم عقدا فإذا الذم هو المعاهد الذي أعطي أهدا يأمن به على ماله ودينه وعرضه ونفسه ولا يصح عقد الذمة إلا من الإمام ونائبه وهذا ما يفرق عن المستأمن فإن الأمان يجوز لأحد المسلمين أن يعطوا الأمان أما عقد الذمة لأنه عقد دائم ثابت مؤبد فلا يجوز عقده إلا من الإمام أو من نائب الإمام فإذا الذم يعد أحد رعايا الدولة الإسلامية ولا يجوز للإمام أن يعقد الذمة المؤبد إلا بشرطين وهما التزام دفع الجزية والتزام أحكام الإسلام لابد أن يلتزم المعقود معهم من أهل الذمة ومنه الكتاب ومن جرام جراهم يلتزم بدفع الجزية وأيضا يلتزم بأحكام الإسلام الظاهرة أي أنه لا يخرج شعارات تخالف أحكام الإسلام الظاهرة وليس المقصود أنه يصلي أو يصوم لا من المقصود أنه لا يخرج عن الظاهر العام من أهل ما هو من سلوك أهل الإسلام ما هو من سلوك أهل الإسلام الذم عليه واجبات وله حقوق فمن الواجبات التي عليه أن يدفع الجزية وأن لا يبني دورا للعبادة في بلاد المسلمين أي دورا جديدة وإلا أما الدور القديمة فإنه تبقى ويقررون عليها كما هو الحال في الدول الإسلامية السابقة أيضا لا يجوز له أن يغش المسلمين أو أن يؤذي الجواسيس ويخلوا أهل الإسلام ولا يجوز له أيضا أن يمنع أحدا من ذويها وقاربه من الدخول في الإسلام ولا يجوز له أن يؤذي المسلمين أو يستهزئ بأهل الإسلام أو بدينهم أو برسولهم أو بكتابهم ولا يجوز له أيضا أن يحتقر المسلمين أو أن يتشبه بهم في اللباس ليبدو كأنه منهم حتى لا يخدعهم كذلك لا يجوز له أن يظهر شعاراته أمام الأم كأن يخرج صلبانه في الشوارع أو مسيراته الدينية في الشوارع هذا لا يجوز كذلك لا يبيع على أهل الإسلام ما حرم الإسلام كالخمر ونحوه أما أن يشربه أو أن يتبينه فيما بينهم بالسر فهذا ليس من الشروط عليهم أما حقوق أهل الذمة فإن حقوقهم حقوق مدنية أي أنه يجب على الإمام أن يعصم أموالهم ودماءهم فيحميهم سواء من المسلمين أو من غير المسلمين فلا يجوز الإمام أن يخذ لهم إذا أحد اعتدى عليهم في أموالهم أو في دمائهم وكذلك من حقوقهم أن ينتبعوا بمرافق المسلمين العامة مثل الطرق ومثل دورات المياه ومثل الحدائق وغير ذلك وكذلك من حقوقهم أن يسمح لهم بأعمال التجارة ولكن بشرط أن لا يتفقوا على الإضرار باقتصاد والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حصل الله عز وجل أن يرفع الغمع المسلمين وأن يكشف الكرب محاضرتنا اليوم هي في حكم الشورى من صفحة 141 والشورى في الإسلام معلوم أنها من أسس النظام السياسي ووسس الحكم ولهذا الله عز وجل قال وشاورهم في الأمر وقال سبحانه وتعالى وأمرهم شورى بينهم وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يستشير أصحابه وحكماء الصحابة ويستشير نساءه صلى الله عليه وسلم سواء كان في أمور أهمة المسلمين أو في أمور المعارك والحروب وغيرها وأما حكم الشورى هل هي واجبها أم غير واجبها فقد اختلف العلماء إلى عدة آراء الرأي الأول قالوا بأن الشورى واجب وهو قول جمهور أهل العلم هو قول الجمهور من المالكية والحنابلة والأحناف ولهذا عد هؤلاء أن الشورى من قواعد الشريعة وأن من لا يستشير أهل العلم والدين فإنه يجب عزله هذا على قول بعض المالكية أما القول الآخر فهو قول الشافية بأن الشورى في الإسلام مستحبة ورأوا بأن الأدلة التي جاءت في النص على الشورى مثل قول العزل وشاورهم في الأمر أو أمرهم شورى بينهم أن هذه على سبيل الندب وليست على سبيل الوجوب وإن كان ظاهرها الأمر لكن يقولون أن هناك قرينة صرفت هذا الأمر إلى الاستحباب وهناك رأي ثالث توسط فيه أهله بين حكم الوجوب وحكم الاستحباب فقالوا بأن الشورى واجبة فيما أشكل من أحكام على الإمام أما ما لم يشكل فهو مستحب ومعنى أشكل أي استصعب الأمر على الإمام في أمر من الأمور لم يتبين له الرأي فإنه يجب عليه أن يستشير أهل الشورى أما إذا لم يستصعب ويشكل عليه الأمر فإنه يستحب له أن يستشير أهل الشورى وهذا قال به بعض العلماء مثل قاضي حسين من الشافعية والسرخسي من الأحناف وهذا القول راعى فيه أصحابه بين ظاهر الأمر في الآية بالوجوب وبينما رآه أصحاب القول الثاني من الصرف عن الوجوب وهو قول وجيه وهو قول قوي إن فيه جمعا بين الأراء وجمعا بين الأدلة طيب إذا انتهينا من حكم الشورى هل نتيجة الشورى إذا أن الإمام استشار هل يجب عليه أن يأخذ برأي أهل الشورى أم لا يجب أيضا هذا الأمر اختلف فيه العلماء على رأيين فمنهم من قال بأن الحاكم غير ملزم بالأخذ برأي أهل الشورى باعتبار أن رأيهم مفيد للحاكم من حيث الاستنارة يعني يتضح له من آرائهم ويستنير بآرائهم ويستطيع أن يأخذ رأي الأكثرية ويستطيع أن يخالف رأي الأكثرية وهذا الرأي هو رأي عدد كثير من العلماء المتقدمين وبعض العلماء المعاصرين أما القول الثاني فقالوا بأن الحاكم ملزم بأن يأخذ برأي أهل الشورى أي بنتيجة الشورى وهذا رأيي لبعض العلماء المتقدمين وأكثرية العلماء المتأخرين ومنهم من يرى التفصيل أيضا يفصل في مسألة حكم الآخر بنتيجة الشورى فيقولون أن الحاكم إذا اختلف مع أهل الشورى في مسألة منصوص عليها في القرآن أو في السنة فيجب أن يتبعون الدليل الشرعي سواء الحاكم أو أهل الشورى وإن لم يوجد الحكم صريحا فأنه يرجح الحاكم أي الآراء أشبه بالقرآن والسنة سواء وافق الأكثرية أم لا وهذا من حيث الجملة رأي صحيح لأنه اعتماده كله على اتباع الدليل الشرعي طيب نطاق الشورى يعني ما هي الأمور التي تعرض عليه الشورى هل يعرض عليه الشورى كل أمر لا لا شك أنه لا أن العلماء لم يختلفوا في أن نطاق الشورى هو في الأمور التي اجتهاديها يعني أمور التي ليس فيها نص صريح وواضح من القرآن أو السنة أما ما فيه نص صريح وواضح من القرآن أو السنة الصحيحة فيجب الأخذ به ولا يبحث مثل وجوب الصلاة مثل وجوب الزكاة مثل تحريم الخمر تحريم الزناء وغير ذلك من الأمور الظاهرة التي جاءت فيها النصوص الصريحة ولهذا لا يجوز أن ينظر أهل الشورى في مسألة تحريم الخمر هل يحرم أم لا أو يباحة الربا أو الزناء أو إسقاط الحدود وغير ذلك فهذه لا تدخل في نطاق الشورى الذي يدخل في نطاق الشورى هي الأمور الاجتهادية الأمور الاجتهادية والأمور الاجتهادية هي الأمور التي تقوم إما على نصوص شرعية ولكن دلالتها محتملة وغير قطعية على المراد ولهذا يحتاج أهل الإسلام إلى رأي يرجحها يعني سيقع فيها الخلاف إذا كان فيه احتمال في الدلالة سيقع فيها الاقتلاف فهذا يرجع فيه إلى أهل الشورى ويرجع فيه إلى كبار العلماء من الأمة كذلك ما يتعلق بتنزيل النص الشرعي على الواقع فهذا أيضا يحتاج إلى الاجتهاد خصوصا في بعض القضايا التي تتطلب ذلك مثل قضايا نوازر الحج كما تعلمون مثل الرمي الجمرات هل يوضع على الطوابق هل يوضع على طوابق هل يطاف في الدور الثاني والثالث من أسبال الطواف أو السعي وكذلك ما يتعلق من أمور الدنيوية التي لم تتطرق الشريعة لها بتفصيل فهذه ترجع إلى وصول الدين من تحقيق المصالح ودرء المفاسد ومثل المعاهدات الدولية والاقتصادات والسياسات المالية وأنظمة الطرق وأنظمة البناء وغير ذلك من الشؤون العامة التي فيها مصلحة للأمة فإن هذا يرجع فيه إلى الخبر والاختصاص في كل مسألة في مسألة الطب إلى الأطباء مسألة الأمور الشرعية إلى الشرعيين مسألة الهندسة إلى المهندسين وغير ذلك لكنه يجب أن تكون هذه النتيجة نتيجة الشورى لا تخالف نصا من الشريعة إذا خالفت نصا من الشريعة فإنه يطرح هذا الرأي ويذهب إلى الرأي الذي يوافق الشريعة وعلى الأقل لا يخالف الشريعة أيضا لا بد أن نتطرك إلى شروط أهل الشورى بالنظر إلى النصوص نصوص أهل العلم ومهصة عليه الفقهاء في كتبهم تكلموا على عدة شروط أولا هذه الشروط أن يكون عضو مجلس الشورى أن يكون من أهل الإسلام فلا يمكن أن يمكن غير المسلمين من شورى المسلمين لأن قضايا المسلمين أحرص من يكون عليهم أهل الإسلام حتى لا يكون بين المسلمين من يخونهم ومن يدلي عليهم برأي فيه ضرر عليهم كذلك الشرط الثاني أن يكون مكلفا أن يكون عاقل بالغ يعني المجنون والصغير مرفوعا القناة كذلك الشرط الثالث أن يكون عدلا والعدل أو العدالة هو أن تكون غالب أحواله على الاستقامة والطاع على أوامر الشرع مع اجتناب الكبير وعدم الإصرار على الصغير كذلك من ضمن الشروط العلم المتضمن لما يستشار فيه سواء أمور الشريعة أو غيرها ولا اشترق أن يكون مجتهد وإنما يكون صاحب علم إذا رجع إليه في أمر الشورى فإنه يوجد ويتمكن ويستطيع أن يدلي برأيه على علم وفهم الشرط الخامس أن يكون عالما بالواقع أي أن يفهم الواقع لأن فهم الواقع في غالبا يؤدي أو تكون نتيجته الرأي الحكيم والسديد أما من لا يفهم الواقع فإنه قد يخطئ في اجتهاده وأهل الشورى يختارهم الإمام بما عرف عنهم من اتصافهم بهذه الشروط اتصافهم بالشروط السابقة أما كيفية الشورى فلم يأتي نص في القرآن والسنة يحدد كيف بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد محاضرة اليوم ستكون هي ختام المنهج وهي عن موقف الإسلام من بعض المفاهيم المعاصرة مثل العلمانية والديمقراطية أما حقوق الإنسان فهو محذوف عليكم سنحذفه عليكم وسنحذفه عنكم نبدأ الموضوع الأول وهو موقف الإسلام من العلمانية لا شك أن العلمانية والعالمانية هي مذهب أو مفهوم معاصر يتلخص في فصل الدين عن الحياة ومن خلال هذا المبدأ يتضح لكل مسلم بأن العلمانية والعلمانية تتعارض مع الإسلام تعارضا تاما أن الله عز وجل قال إن الدين عند الله الإسلام وقال كلنا صلاتي ونسكي ومحياي أمماتي لله رب العالمين لا شريك له فالإسلام دين شامل جاء لكل ما يفيد الناس في دنياهم وأخراهم وهم في هذه الدنيا متعبدون لله يزرعون الزر ليحصدوه في الآخرة فلا يمكن أن يلتق الإسلام والعالمانية والعالمانية هي خرجت في أوروبا لأجل ما كان في دين النصارى أو اليهود من تحريف ومن تسلط وهذه الأمور الإسلام بريء منها ولهذا إذا رجعنا إلى معنى الإسلام نجد أنه هو الاستسلام لله عز وجل والانقياد له بالطاع والخلوص من الشرك بينما العلمانية ترفض أي استسلام لدين أو لمذهب فمبالك استسلام لله عز وجل ولهذا كانت أو كانت علاقة الإنسان بربه عندهم لا شأن لها بالحياة الدنيا وهذا فيه تناقض إذ كيف يقول أنه لا شأن لحياة الإنسان بالدنيا وأن أي بالله عز وجل وأن علاقته بالله إنما هي للآخرة كيف يكون هذا كيف يكون الإنسان له علاقة بربه في الآخر إذا لم يعمل له في الدنيا وإذا لم يعبده سبحانه وتعالى في الدنيا فهذا تناقض صريح ولهذا قال الله عز وجل فتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض ثم أن العلمانية تجعل الدين خاصا بالعبادات الخالصة مثل الصلاة الصيام ولكن الإسلام جاء كما ذكرنا سابقا بأن الدين كله لله وأن الدنيا والآخرة كلها لله قل إن صلاتي ونسكي ومحيا وماتي لله رب العالمين ثم أن العلمانية ترفض تحكيم الشرع تحكيم الدين فيما يشجر بين الناس وما يحصل بينهم من خصومات ولهذا نفى الله عز وجل الإيمان عن من لم يحكم شرع الله فقال فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكمك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما فكيف يفتك الإسلام مثل هذه المبادئ وكذلك العلمانية ترى بأن الإنسان سواء كان رجل أو امرأة له الحق في أن يختار أي سلوك يريده وأي أخلاق يريده حتى لو خالف تعاليم الشرع ويقولون بأن الدين وأن النصوص الشرعية لا شأن لها بالأخلاق فهم يريدون بذلك أن يكون هناك فوضى وأنفلات و يعني يسيمون الدين ويسيمون الشرع بأنها تقاليد موروثة بأنها لأجل أن يقنعوا الجهال من الناس بأنه لا شأن لدين الله عز وجل في أخلاقهم وفي حياتهم لكن الله عز وجل يقول وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم فالمؤمن والمؤمنة يستجيب لأمر الله ولا يلتفت إلى غيره سبحانه وتعالى لأنه يعلم أن الله خلقه لأجل هدف واحد وهو عبادته ذلك الله عز وجل يقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون ويعلم المسلم بأن هذه الحياة حياة قصيرة وإنما هي مجال للعمل والجد وكسب الحسنات لأجل أن يفوز المسلم في الآخرة ثم إن العلمانية أيضا تخالف في هدي النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة بل كل هدي أهل الإسلام على مر العصور لأن النبي صلى الله عليه وسلم في اهدي والخلفاء الراشدين وضي الله عنهم والخلفاء الذين جاءوا بعدهم جعلوا وإلى يومنا هذا ولله الحمد في بلادنا وبلاد المسلمين أو بعض بلاد المسلمين جعلوا عن الدين الإسلامي هو الحاكم وهو المهيم على شؤون الحياة والحكم والإدارة والاقتصاد والحوال الشخصية وكل ما له شأن بالفرد المسلم ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم هو النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم وهو أيضا حاكم الأمة وقائدها وقاضيها ومعلمها لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا وقال سبحانه وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ولهذا كان الإسلام وكان الشرع وما زال الله الحمد يشمل جميع أمور الحياة في السياسة وفي الأحوال الأسرية وفي الاقتصاد وفي التعليم وفي كل ما له شأن امتثال يا من الله عز وجل قل إن صلاة ونسك ومحيايا وممات لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا والمسلمين فإذا لا يمكن أن يلتق الإسلام والعلمانية لا يمكن لأن مبدأ الإسلام أو مبدأ مبادئ الإسلام تخالفها العلمانية مخالفة تامة أما الديمقراطية والتي في أصلها تعني أن الشعب هو الذي يحكم وأن حكم الأغلبية هو الذي يسود فكذلك وقف الإسلام منها موقف المستفسر الذي يطلب التفصيل فيما يراد من معنى الديمقراطية ولهذا مصطلح الديمقراطية مصطلح واسع حتى بصورته التي يذكرونها فهو لا يطابق المصطلح الأصل الذي يوضع على أيام الفلاسفة الغريق وهم أول من اخترع هذا المذهب مذهب الديمقراطية أو مذهب حكم الشعب للشعب أما الديمقراطية الموجودة الآن في العالم فهي بعيدة عن هذا ولهذا ما يذكر من أن في الديمقراطية من حرية وضمان حقوق وغير ذلك عند الغرب لا يعني أن هذا المصطلح نقبل به لأن فيه مفاهيم تخالف الدين الإسلامي وتخالف ثوابة الشريعة ولهذا كان أفضل ما يناقش به من من يدعي ديمقراطية هو أننا نستفسر منه ونستفسر منه فلا نرفضه تماماً ولا نقبله تماماً ولكن نقول ما اتفق من المعاني الجيدة مع الشرع فنقره وما خالف الشرع فإننا نحذر منه ونأباه وهذا الأسلوب وهذه الطريقة هي التي يتعامل بها العلماء مع أي مصطلح فيه اشتباه وفيه الدعاء خير وكما ذكر ذلك ابن تيمي في دارة عرض العقل والنقل أوضح أن ما استلح عليه واشتبه معناه على المسلمين يجب عليهم أن يستفصلوا وأن لا يردوا بالكلية وأن لا يقبلوا بالكلية وأنما نسأل ونبحث ونعرف ما المقصود بهذا المصطلح لكن أيضاً لابد أن ننتبه إلى أن النظام الديمقراطي في أصله هو مخالف النظام السياسي الإسلامي لماذا؟ لأن النظام السياسي الإسلامي يرتكز كما مر معنا على الأركان أولى هذه الأركان هي الحكم بما أنزل الله بينما الديمقراطية ترتكز على حكم الشعب وعلى التصويت وعلى رأي الأغلبية فإذا لا يمكن أن يكون هذا النظام موافقاً للإسلام فإذا كان حكم الشعب هو المشرع وهو مصدر السلطاء والسلطات فإن هذا سوف يناقض لأصل ما شرعها الإسلام ولهذا قال الله عز وجل وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وأن في إطاعة أكثر الناس ضلال ولهذا أمرنا بأن نحتكم إلى الله عز وجل الله يقول إن الحكم إلا الله فلا له الخلق والأمر ومن أحسن من الله حكماً لقوم يؤقنون إذن لا بد أن يكون الحكم والتحكيم إلى الخارق سبحانه وتعالى لأنه أعلم بمصالح بما يصلح الناس وما يفسدهم وذلك قال الله عز وجل وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه من الله فحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع هواهم عما جاءك من الحق ولهذا في النظام الديمقراطي حتى أحكام الإسلام الأصلية لا يمكن القبول بها إلا إذا وفقت عليها الأغلبية فمثلاً لا يمكن أن يقبلون بتحريم الخبر إلا إذا وفق عليه الأغلبية وهذا لا يمكن أن يستقيم وحكم الإسلام فإن الإسلام قد أتى بالأحكام القطعية الصريحة في تحريم الخمر وتحريم الزنا وتحريم الربا وتحريم وكل ما جاء في شريعة الإسلام هو في النظام الديمقراطي خاصة للتصويت للتصويت البشر وهذا مناقض لأصل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم كذلك النظام الديمقراطي قد يبيح ما حرم الإسلام كما ذكرنا سابقاً مثل الزنا مثل اللواط إذا رأى الأغلبية بأنه لا بأس به وهذا لا شك أن يورث الفساد في الأرض وأيضاً يفسد الأسر يفسد المجتمعات كلها ومع ما فيه من مخالفة لشرع الله ثم إن النظام السياسي الإسلامي مجتمل على جميع المزايا وما يدعون من المزايا والحسنات الموجودة في النظام الديمقراطي فعند النظام الشورى نظام الشورى للإمام أن يستشير وأن يشكل مجلساً للشورى يرجع إليهم فيما هو فيه مصلحة المسلمين ليس فيه نص قطعي كما مر معنا ولهذا من احتج بأن النظام الديمقراطي فيه حسنات بذل حق الشعب ومشاركة الشعوب وفيه التمتع وإدارة البلاد وكل ما يقولونها من هذا الكلام نقول أن الأصل موجود أن أصل الاختيار والاستشارة موجودة في الإسلام كما ذكرنا في أبداء الشورى ثم إن نظام الديمقراطي هذا إذا قابلنا به فإن لا يمكن أن نفصل فيما نحن نرى أنه حسن وما نرى أنه كبيح فإن المصدر واحد فإن الأخذ بالنظام الديمقراطي بالكلية فيه مخاطرة بالتخلي عن أصول الإسلام ومن هنا ننطلق إلى ما هو الفرق بين الشورى والديمقراطية نحن قلنا بأن نظام الشورى في الإسلام يغني عن ما يسمى بالتصويت في النظام الديمقراطي لكن لا شك أن هناك فروق بين هذا النظام نظام الشورى وبين الديمقراطية التي يدعونها ومن الفروق الأساسية أن الشورى عندنا مصدرها الله عز وجل كمرة معنا الله قال وشاورهم في الأمر وقال سبحانه وتعالى فعفوا عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر وقال سبحانه وتعالى وأمرهم شورى بينهم لكن الديمقراطية مصدرها غير رباني مصدرها من البشر كذلك النظام الشورى هو جزء من نظام كامل وهو نظام الإسلامي القائمة على الإمام بالله والتسليم بسيادة الشريعة أما الديمقراطية قائمة على أفكار يونانية قديمة وتم التعديل عليها في العصور المتخرة في النظام الغربي فإذن هي قائمة على عقول بشر ومعلوم ما يتخلل عن عقول البشر من الخطأ والنسيان والنقص كذلك نظام الشورى في الإسلام نظام محدود كما مر معنا فهو في الأمور التي ليس فيها نسقطعي أما الأمور التي فيها نسقطعي فإننا لا نحتكم إلى رأي الناس وذلك اللي يقول وما كان المؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم لكن الديمقراطية التي يدعون إليها فهي نطاق مفتوح فربما تغير شرائع وتبدل أحكام أصلية باستفتاء رعاء الناس كذلك الأهل الشورى في الإسلام نشترط فيهم شروط كما مر معنا الإسلام والتكليف والعدالة وغير ذلك من العلم وفهم الواقع الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين هذه المحاضرة الثانية في 104 سلم أسس النظام السياسي في الإسلام تطرقنا في المحاضرة الأولى إلى تعريف النظام السياسي وإلى خصائصه وفي هذه المحاضرة ننتقل إلى الدولة الإسلامية في أهد النبوة صفحة 32 في الكتاب وقد تميزت الدولة الإسلامية في أهد النبوة بأنها على مرحلتين مرحلة الأولى أو العهد الأول هو العهد المكي أي مدة مقام النبي صلى الله عليه وسلم في مكة وقد مكت النبي صلى الله عليه وسلم في مكة فيقارب الثلاثة عشر عاما وهذا العهد كان حصل فيه من الإذاء للنبي صلى الله عليه وسلم ولأصحابه ما حصل وهذا ما أخبر به ورقة ابن نوفا للنبي صلى الله عليه وسلم حيث قال له لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي وهذا العهد تميز بعدة أمور الأمر الأول أنه جاء فيه الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم للمستضعفين من المؤمنين بالهجرة إلى الحبشة وكان هذا في السنة الخامسة من البعثة وكان المقصود بهذه الهجرة هو حماية المستضعفين من المسلمين من أذى قريش والأمر الآخر مما تميز به هذا العهد هو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعذي نفسه على القبائل فيقول ألا رجل يحملني بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد في المحاضرة السابقة تطرقنا إلى الدولة الإسلامية في أهد النبوة وذكرنا ملامح الدولة في أهد النبي صلى الله عليه وسلم وسياسته صلى الله عليه وسلم في الداخل وفي الخارج وتطرقنا أيضا إلى تعريف الخلاف الخلافة وحكم الخلافة في النظام السياسي الإسلامي اليوم إن شاء الله نتكلم عن خلفاء الراشدين وكيف كانت الخلافة الراشدة في القرن الأول من الإسلام والخلفاء الراشدون هم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنه مجمعين وسموا بالخلفاء لأنهم خلفوا النبي صلى الله عليه وسلم في قيادة الأمة وسموا بالراشدين لصفاتهم العظيمة في سلوكهم وفي دارتهم للأمة وفي رعايتهم لعقيدة المسلمين وشؤونهم وما ينفعهم وحفاظهم على سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعهد النبي صلى الله عليه وسلم ونهج النبي صلى الله عليه وسلم وإقامة الجهاد وإقامة الأمم معروفة أنه على المنكر لا شك أن عصر الخلفاء الراشدين عصر مميز في الدولة أو في على مر القرون للدول الإسلامية ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد عبدوا عليها بالنواجد ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحذر الأمة من سب أصحابها وتعرض لهم لأنهم أفضل القرون بعده صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أحدا من أصحابي فإن أحدكم لو أنفق مثل أحود ذهبا ما أدرك مدة أحدهم ولا نصيفا ولهذا كان عهدهم أو عهد الخلفاء الراشدين هو أفضل العهود الإسلامية وأول الخلفاء هو الصحابي الجليل صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحبيبه أبو بكر الصديق رضي الله عنه فقد قبض النبي صلى الله عليه وسلم ولم يوصي بالخلافة من بعده لكنه صلى الله عليه وسلم ألمح إلى حقية أبي بكر قد مر ذلك معنا بحيث أنه صلى الله عليه وسلم جعله يصلي بالمسلمين وكان يقول دعوا لي صاحبي وكان يقول بأنه أحب الرجال إليه هو أبو بكر رضي الله عنه ولهذا فهم الصحابة كلهم بأن أبو بكر رضي الله عنه وحق الناس بالخلافة من بعد النبي صلى الله عليه وسلم فحينما اجتمعوا في سقيفة بني ساعدة تمت البيعة لأبي بكر رضي الله عنه مباشرة وبايع جميع الصحابة رضي الله عنه مجمعين ولم يتردد أحد خصوصا حينما علموا بأن الأئمة من قريش فإن الأنصار تنازلوا عن الخلافة فبوئ أبو بكر رضي الله عنه أما الملامح السياسية في خلافة بكر فهي على عدة نقاط النقطة الأولى أن الصحابة رضي الله عنهم أدركوا الأهمية العظيمة لتعين خليفة ولذلك بايع أبو بكر قبل حتى أن يدفن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا أمر مهم حتى لا تنتشر الفوضى وتعمل فتنة وأيضا من النقاط أن اجتمع الصحابة رضي الله عنهم في السقيفة سقيفة بني ساعدة ما كان كما يدعي أهل البدع أنه طال أو أنه وجلت فيه مناقشات كثيرة أو أنه صار فيه صراع ورفض بل بالعكس من حين ما علم الصحابة ما نص عليه أن أسلم من الأئمة من قريش وهم يعلمون فضل أو بكر بايعوا مباشرة أيضا من النقاط أن الصحابة كلهم كانوا ليسوا من الدنيا في شيء لذلك كثير منهم لم يرغب أو أكثرهم لم يرغب بتولي أمور الناس لما يعلمون بأن الإمارة فيها محاسبة ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الحمان بن سمرة لا تسأل الإمارة فإنك أن أتيتها عن مسألة وكلت إليها وأن أتيتها من غير مسألة أعنت عليها لذلك ما كان الصحابة يسألون الولاية ولا الإمارة ولذلك كانوا أسرع الناس في التسليم لمن استحق الخلافة ولم ينزع في ذلك ومن معالم سياسة بفكر رضي الله عنه أنه حينما خطب الناس في خطبته الأولى وخليفة أبدى لهم أنه لا يرغب أو لم يرغب يوما في الخلافة وإنما هو وافق على تعين الأمة له للنفع العام يعني الصحابة أجمعوا عليه ولم يرشحوا غيره وقد كان رضي الله عنه جليلا متواضعا لذلك هو خير الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم خير من طلعت عليه الشمس بعد النبي صلى الله عليه وسلم وبعد الأنبياء هو أبو بكر رضي الله عنه ومع هذا فإنه رضي الله عنه أشرك الناس مع في المسؤولية وقال إن رأيتموني مصيبا فاذكروني وإن رأيتموني معوجا فقوموني أو كما قال رضي الله عنه وكان يؤكد على أن أهم ما يهمه هو سلامة دين الناس ورد حقوق الضعفاء المضلومين والقيام في وجه الظالمين ونبه الناس أيضا على أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق وأن طاعة الناس له إنما هي مقرونة بطاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ولذلك تميزت سياسته رضي الله عنه بالعزم على انتهاج سياسة النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك إنفاذه لجيش أسامة إلى الشام ومحاربة الأهل الردة وإرسال الجيوش للدعوة للإسلام وفتح بلاد فارس والروم ثم جاء من بعده بعد ما توفي رضي الله عنه جاء من بعده عمر والخطاب خليفة الثاني الفاروق أمير المؤمن رضي الله عنه وقد ولي عمر باستخلاف من أبي بكر رضي الله عنه لأنه أبا بكر لما نزل به الموت دعا كبار الصحابة من عبد الرحمن بن عوف وقال يا عبد الرحمن أخبرني عن عمر فقال إنه أفضل من رأيك فيه من رجل أي أنه من أفضل الناس ولهذا امتدحه امتدحه أبو بكر رضي الله عنه وامتدح عبد الرحمن بن عوف وامتدحه عثمان وامتدحه كل الصحابة امتدحوه ولهذا أوصى أبو بكر رضي الله عنه بالخلافة بعده لعمر وقال إني إذا خليت بربي ولقيت ربي وسألني فإني أقول استخلفت على أهلك خير أهلك هذا منه رضي الله عنه معرفة بقدر عمر أنه واثق من أنه استخلف خير الناس على المسلمين ولذلك كتب أبو بكر وصيته بالخلافة لعمر رضي الله عنه واجتمع الناس على ذلك وقالوا سمعنا وعطعنا وتولى عمر رضي الله عنه الخلافة وكان من معالم خلافة عمر رضي الله عنه حرصه الشديد على اختيار يعني لا اختيار ما فيه نفع لأهل الإسلام فقد أظهر رضي الله عنه حسن السياسة والحزم والتدبير وكان رضي الله عنه يسهر على مصالح الناس ويحرص على إقامة العدل بينهم حتى سمي بالفاروق لأنه كان يفرق بين الحق والباطل ومن محاسنه رضي الله عنه أنه أنشأ الدووين وهذه من ذاته رضي الله عنه فهو أول من أنشأ الدووين أي ما يسمى بالوزرات الآن كديوان العطاء وديوان الجند وديوان الكتابة وغير ذلك وكذلك فرض الفروض وأعطى الناس عطاءاتهم ففرض للمهاجرين وللأنصار ولأمهات المؤمنين وكان رضي الله عنه شديدا في النفقة بيت المال حتى أنه رضي الله عنه كان يتورع عن بيت المال لنفسه وأهله ولهذا قال ما أصلحني وأصلح عيالي بالمعروف وحلة الشتاء وحلة الصيف وراحلة عمر للحج والعمرة ودابة في حوائجه وجهاده هذا ما أخذه رضي الله عنه بيت المال المسلمين وقال رضي الله عنه إني أنزلت نفسي من مال الله منزلة مال اليتيم إن استغنيت استعففت وإن افتقرت وأكلت ذو المعروف أما في سياسته الخارجية فقد حرس رضي الله عنه على نشر الدعوة وكان شغله الشاغل إنفاذ الجيوش وإرسال الرسل في جميع أقطار الأرض للدعوة لإرسام ومنشر دين الله عز وجل لذلك مد الفتوح واكتمل في عهده رضي الله عنه فتح الشام وفتح العراق وسقطت الدولتان العظميان التي هم الروم والفرس في عهد عمر رضي الله عنه وأيضا كان في سياسته الداخلية حريصا على مراقبة الولاة حريصا على تحذيرهم من الظلم ويكتص منهم إذا احتاج لذلك ويسمع شكاوي الرعية ويحقق ويستدع الولاة لمناقشتهم ومسائلتهم حتى أنه اشتهر عنه رضي الله عنه قال الله لو عثرت بغلة في العراق أو على شط الفورات لخشيت أن يسأل الله عز وجل عنها يوم القيامة وقد توفي رضي الله عنه بعد أن بقي في الخلافة عشرة أعوام إلا قليلة أو عشرة أعوام وبعض الأشهر وقد كان يسأل الله عز وجل دائما أن يمنى عليه بالشهادة وقد يعلم وقد كان يعلم أنه سيكون شهيد لقول النبي صلى الله عليه وسلم ماذا لا ينطق عن الهواء حينما صعد جبل أحد فقال أثبت أحد فإنما عليك نبي صديق وشهيدان كان عليه النبي وهو النبي صلى الله عليه وسلم وكان عليه الصديق وهو أبو بكر والشهيدان هما عمر الفاروق وعثمان رضي الله عنه فقد مات رضي الله عنه بعد أن طعنه أبو لؤل المجوسي غلام المغيرة بن شعبة حينما كان يصلي بالمسلمين في صلاة الفجر في السنة الثالثة والعشرين من هجرة ثم جاء بعد عمر رضي الله عنه الخليفة الثالث عثمان بن عفان وقد آلت الخلافة لعثمان حينما عين عمر حينما طعن عمر وقبل أن يموت عين ستة من الصحابة من أهل الشورى ليولوا أحدهم فعين عثمان وعلي عبد الحمان بن عوف والزبير وسعد بن نبي وقاس وطلحة بن عبيد الله ولم يعين أحدا منهم بعينه وإنما جعلها شورى بينهم وقال لا أتحملها حيا وميتا ولذلك تنازل ثلاثة منهم تنازل طلحة والزبير وسعد ثم تنازل عبد الحمان بن عوف رضي الله عنه مجمعين ولهذا كان عبد الحمان بن عوف هو المستشار في عثمان وعلي فأقسم رضي الله عنه أن يجتهد بتولية أولاهما بالحق وذهب يستشير الناس ثلاثة أيام بلياليها لم يدق النوم مجتهدا بالدعاء والاستخارة والاستشارة وسؤال أهل الرأي فلم يجد أن الناس أو أكثر الناس يعدلون بعثمان أحدا فقال عبد الحمان بن عوف للعثمان أبايعك على سنة الله وسنة رسوله والخليفتين بعده فبايع عبد الحمان بن عوف رضي الله عنه عثمان وبايعه الناس المهاجرون والأنصار وأمراء الأجناد وجميع المسلمين ولم يختلف أحد من المسلمين على مبايعته ولذلك لما جاء أهد عثمان أيضا كان له أعمال جليلة كسابقيه من خلفاء المسلمين وقد حرص على باعث الجيوش ونصرة أهل الثغور ونشر الإسلام وقد كان رضي الله عنه مشهورا بالنفقة في سبيله فقد اشترى بماله بئر رومة وجعلها سبيل المسلمين واشترى أرضا وزاد المسجد النبوي وهذا ليس بغريبا عنه رضي الله عنه فهو الذي استجاب لنداء النبي صلى الله عليه وسلم وجهز جيش العسرة وهو الذي جمع القرآن الجمع الثاني حرصا على جمع كلمة المسلمين ولذلك المصحف الآن يسمى بمصحف العثماني نسبة إلى عثمان رضي الله عنه فهو الذي وحد الكتابة كتابة القرآن على لغة قريش ولذلك في عهده رضي الله عنه اتسعت الدولة الإسلامية ففتحت أغلب أفريقيا وأرمينيا وقبرص وخرسان وسجستان وغيرها من بلدان التي انتشر فيها الإسلام في عهده رضي الله عنه ومما يؤسب له أنه قد حصلت بعض الفتن في عهد عثمان رضي الله عنه وأدت إلى مقتله رضي الله عنه وهذا سنتنأه بالحديث المفصل إن شاء الله في المحاضرة القادمة أسأل الله عز وجل أن يوفق الجميع لمن يحبه ويرضاه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين في المحاضرة السابقة أخذنا الخلافة والخلطان الراشدين وتوقفنا عند أسباب الفتن في عهد عثمان رضي الله عنه واليوم نتحدث عن ذلك في عهد عثمان رضي الله عنه ظهرت فتن أدت إلى مقتله رضي الله عنه وهذه الفتن وهذه الأحداث هي من أخطر ما مر على الأمة الإسلامية وهي التي كانت البداية أو كان مقتل عثمان رضي الله عنه هو البداية لخروج الخوارج والرافضة ففي عهد عثمان رضي الله عنه اتسعت الفتوحات أكثر من سابقين ودخل كثير في دين الإسلام منهم من دخل أو أكثرهم دخل حبا وطواعية وبعضهم تظاهر بالإسلام وأبطل الكفر وبعضهم كان إسلامه رقيقا خفيفا تؤثر فيه الفتن ومن أشهر من تظاهر بالإسلام وأبطل الكفر هو عبد الله بن سبا اليهودي الحميري فهو الذي جعل يؤلب الناس على عثمان رضي الله عنه وينفق أبواق الفتنة في مختلف الأقطار فقد حاول أن يفعل ذلك في المدينة فعجز فذهب إلى العراق وذهب إلى مصر وأخذ يزور الكتب على لسان عثمان رضي الله عنه يؤلب عليه ويثير عليه الفتن وأيضا استغل ما حصل من بعض أهل الغوغاء والسراق أقطع الطرق فأخذ يؤلب الجميع على عثمان رضي الله عنه ولما كثر الكلام حول عثمان وعلم بذلك رضي الله عنه اتخذ إجراءات كثيرة ليبين للناس أن هذه فتنة فقد جمع رضي الله عنه الشورى من الصحابة وشاورهم وأخذ رأيهم فيما هو الأحسن فعله في مثل هذه الظروف ومنذلك أنه بعث رجالا إلى الأمصار للتحقيق في الأمور والقضايا التي اشتكى منها الناس وتكلموا فيها فوجدها دسائس وأمور لا تصح عنها أن هؤلاء الولاد ومع هذا رضي الله عنه طلب قدوم هؤلاء الولاد عليه وناقشهم ووجههم إلى الاحسان للناس وحاول الإصلاح قدر ما سطع رضي الله عنه ولما حدثت الفتن وأثار بعض الناس في الطرقات فإنه رضي الله عنه منع الولاد من التنكير بهم أو حبسهم أو قتلهم وأمر بمعاملتهم بالحسنة وأمر بإقامة الحجة عليهم ومناقشتهم ولذلك صعد المنبر رضي الله عنه وتكلم عن دعويهم ورد عليها أمام جمع من كبار الصحابة ومن أهل المدينة وذكر الناس بلزوم الجماعة وترك الفرقة ولما طالبوه بالتلحي عن الخلافة رضي الله عنه صمد ورفض وهذا موقف العظيم منه رضي الله عنه لأنه يعلم أنه لو ترك الخلافة كما يقولون لماج الناس وذهبت ولاية المسلمين ربما انتهت الدولة الإسلامية وهذا ما كان يريده أعداء الإسلام فذلك تمسك بالخلافة وتبت عليها ورفض أن يترك الخلافة التي اجتمعها الإسلام على إمامته وخلافته وبعد هذا كله حاصروه وقتلوه رضي الله عنه وهو يقرأ القرآن قتلوه ظلما وصدق فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم حينما جلس النبي صلى الله عليه وسلم في حيط وأمر أحد الصحابة وهو أبو موسى الأشعري بحفظ باب الحيط فجاء رجل يستأذن فسكت هنايا ثم قال ائذن له وبشره بالجنة على بل وتصيبه فإذا هو عثمان بن عفان وكذلك قول صلى الله عليه وسلم الجبل أحد اهدأ أحد إنما عليك نبي وصديق وشهدان وكان عليها النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان ولما قتل عثمان رضي الله عنه في تلك فتنة أدرك الصحابة رضي الله عنهم خطورة موقف المسلمين وحاجتهم إلى خليفة بأسرع وقت ذلك تجهوا جميعا إلى علي بن بي طالب رضي الله عنه والذي كان بعيدا ومبعدا عن نفسه وعن الخلافة وعن الإمامة لكنهم أجبروه فاجتمع عليه وجهاء المهاجرين والأنصار وبايعوه وأقسموا عليه لحفظ ما بقي من الأمة وصيانة دار الهجرة وهذا كان رضي الله عنه يقول وليت وأنا كاره ولولا خشية على الدين لما أجلتم فبوي علي بن بي طالب رضي الله عنه بالمدينة من الغد أي من اليوم الثاني لمقتل عثمان رضي الله عنه بايعه كبار الصحابة كطلحة والزبير وسعد وجميع من كان بالمدينة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولهذا اجتمع الناس وأجمع الناس على إمامة علي ولكنه رضي الله عنه جاء في وقت بعد بقتل عثمان وموج الفتن وكثرة الغوغائيين وأهل الخلاف وذلك حصل في عهده رضي الله عنه من الفتن ما حصل ومن أهم الأحداث التي وقعت في عهده رضي الله عنه معركة الجمل معركة الجمل وقعت سنة ستين وثلاثين وسميت بالجمل لأن عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين خرجت في جمل لها مع طلحة والزبير حينما أقنعاها بالخروج الإصلاح بين المسلمين في البصرة خرجت في طائفة من الناس وكان عليم رضي الله عنه في الكوفة فخرج إلى البصرة ثم وقع ما وقع من أهل الغوغاء واجتمع الناس حول جمل عائشة رضي الله عنها يدافعون عنها وذلك سميت الموقع موقعة الجبل وقد ندمت رضي الله عنها أنها خرجت لأنها إنما كان قصد رضي الله عنها الإصلاح لكن استغل الغوغائيون وجودها فحاولوا قتلها فثارت ثائلة المسلمين ووقع القتال لذلك كان رضي الله عنها تبكي حتى تبل خمارها ندما على خروجها ثم وقعت معركة صفين ومعركة صفين وقعت بسبب أن معاوية رضي الله عنه من معه من أهل الشام تركوا التسليم لعليه رضي الله عنه حتى ينتقم من قتلة عثمان وكانت وجهة نظرهم أن من قتل الخليف يجب أن يقتل فورا وكانت وجهة نظر علي رضي الله عنه أن القتل تفرق في الأمصار ولهم من يحميهم من بعض القبائل فخشي من تفرع الفتن وكثرتها وهريد الاستقرار فإذا استقرت الأمور أخذ بثار عثمان وهذا وجهة نظر علي رضي الله عنه كانت هي الأولى والأحرى لكن في زمان الفتنة تختلف الأمور ولذلك لما جاء أبو مسلم الخولان إلى معاوية رضي الله عنه وقال أنت تنازع علي هل أنت مثله فقال معاوية والله إني لا أعلم أن علي أفضل مني وأحق بالأمر مني ولكن لستم تعلمون أن عثمان قتل مضروم وقال رضي الله عنه ما قاتلت علي إلا في أمر عثمان ولكن كان يسلم له بأنه أحق بالإمام وخلاب لكن أهل الفتن وأهل الغوغاء وأهل الإثارة صعدوا الفتنة بين المسلمين فحصلت وقعت صفين وقتل من قتل من الطائفتين وقد كان الذين يختارون القتال من الفريقين لا يطيعون على عليا ولا معاوية إنما كانوا يريدون إثارة الفتنة والمقتل بين المسلمين ولهذا بعد وقع تصفين خرجت الخوارج خرجوا على علي وكانوا من شيعته كانوا من شيعة علي رضي الله عنه لكن لما قبل علي رضي الله عنه التحكيم تحكيم الكتاب وإيقاف القتال بين الطائفتين خرج عليه من يدعي أنه من شيعته مدعيا بأن هذا تحكيم لأراء الرجال ولهذا قاتلهم علي رضي الله عنه أنهم كانوا من شيعته قاتلهم بحرورا وفي النهروان سار إليهم رضي الله عنه وقاتلهم وأجمع الصحابة على قتالهم وقد جاء جاءت السنة ب ما يحصل من هؤلاء وذلك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال سيخرج قوم في آخر الزمان أحداث الأسنان سفهاء الأحلاق يقولون من خير القول البرية لا يجاوز إيمانهم حناجرهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية فأينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم يوم القيامة وذلك أجمع الصحابة على قتال الخوالد ولم يخالف في ذلك أحد من الصحابة وهكذا تنغست الأمور على الخليفة علي بن أبي طالب رضي الله عنه خليفة الرابع وطلب عليه جيشه وخالفه أهل العراق الذين ادعوا لهم من شيعة وأيضا خذلوه كما سيخذروا من بعد أبناء الحسن والحسين واستفحل أمر أهل الشام وازدادت قوتهم حتى أن علي رضي الله عنه من كثرة موج الفتن تمنى الموت وقد كان يعلم أنه سيقتل فكان رضي الله عنه يقول ما يحبس أشقاها أي ما ينتظر أشقى الناس أن يقتل لي وقد حصل ذلك حين خرج علي رضي الله عنه لصلاة الفجر فاعترض فضربه بالسيف في رأسه حتى بلغ دماغه فقال علي رضي الله عنه لا يفوتكم الرجل يعني أمسكوه فلما أمسكوه أدخل على علي فقال أطيبوا مطعمه وألينوا فراشة فإن أعش فأنا أول أو لا بدمه عفوا أو قصاص وإن مت فألحكوه بي وخاصمه عند رب العالمين نسأل الله عنه ومات رضي الله عنه من تلك الضربة بعد يوم أو يومين سنة إحدى عشرة أو لإحدى عشرة سنة أربعين لإحدى عشرة بقيت من شاهد المضان وبعد مقتل علي رضي الله عنه بويع الحسن ابنه الأكبر بويع الحسن من فاطمة بويع الحسن رضي الله عنه بالخلافة ولكنه لما رأى الفتنة رضي الله عنه تنازل بالخلافة لمعاوية جمعا لكلمة المسلمين وحقلا لدمائهم ولهذا تحقق ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم حين قال عن الحسن إن ابني هذا سيد ولعل الله يصلح به بين فئتين من المسلمين وهذا ما حدث وهذا من من معجزاته صلى الله عليه وسلم أنه أخبر بالأمور المستقبلية ووقعت كما أخبر صلى الله عليه وسلم ويستفاد من من تنازل الحسن رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم تنبأ بكثير مما يحصل بين الصحابة وأيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم وصف كلا الفئتين التي قد تقاتلت بالمسلمين في قوله صلى الله عليه وسلم تقتل أو تقتل عمار الفئة الباغية من المسلمين فكلهم مسلمين ولكن هناك مجتهد مصيب هناك مجتهد مخطئ وأيضا فيما حصل منقبة عظيمة للحسن صبط رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما تنازل بالخلافة جمعا لكلمة المسلمين وحقنا لدمائهم ومن هذا يتضح لنا أن هناك أسوسا بحثها أهل السنة والجماعة في الخلاف بين الصحابة حيث أن أهل السنة أسسوا أمورا في ما يتعلق بما وقع من الفتن في مقتل عثمان وما بعده فمن هذه الأسس أنه لا لا يستحب الكلام فيما شجر بين الصحابة وأن الكلام فيما شجر بينهم ليس هو الأصل بل الأصل الكف والإمساك عما شجر بينهم وذلك لأن هذه أمور قد انتهت وهي أمور فتنة يختلط فيها الحق بالباطل ولهذا ذكر الإمام الذهبي أن كثيرا مما حدث بين الصحابة من شجال وخلاف ينبغي طيه وإخفاؤه وأن كتمان ذلك متعين على العامة بل أحد المسلمين وأيضا من الأسس التي وضعها أهل السنة أنه إذا دعت الحاجة إلى ذكر ما شجر بين الصحابة فلابد لابد من التحقق في الروايات لابد من التبين هل هذه الروايات صحيحة أم أنها ضعيفة ومكذوبة أو مكذوبة ولذلك قال عز وجل والذين آمنوا إن جاءكم فاسكم بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين وقال ابن تيمه رضي الله عنه هذه الأثار المروية في مساوئهم منها ما هو كذب ومن هو ما قد زيد فيه ونقص وغير عن وجهه والصحيح منهم فيه معذورون أي أن الصحيح ما صح من الروايات فيما وقع بين الصحابة الصحابة فيه معذورون يعذرهم الله عز وجل ويعذرهم الناس لأنهم أهل الصفاء والنقاء فهم إما أنهم مجتهدون مصيبون أو مجتهدون مخطئون وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكل فأصاب فله أجران وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر أيضا من الأسس الأساس الثالث أنه إذا صحت الرواية في ميزان الجرح والتعديل وكان فيها قدح في بعض الصحابة فيلتمس لهم أحسن المخارج والمعادير فهم أحق الناس وهو الأساس والأساس الرابع ولهذا الذي حصل الذي حصل بين الصحابة رضي الله عنهم لم يكن على الخلافة والإمامة والرئاسة وإنما ما حصل من القتال في الجمن وصفين لم يكن من معاوضة من معه خلافا على إمامة علي كما صرح بذلك رضي الله عنه إنما قال أني لم أقاتل علي للخلافة وإنما كان ذلك اختلاف النظر في ما حدث من عظيم الأمر في مقتل عثمان رضي الله عنه وأن معاوضة كان طالب بقتلة عثمان كان يظن أن قتلهم سريعا سيعيد الفتنة وسيعيد الهيبة لمنصب الخلافة والإمامة وعلي رضي الله عنه كان يرى التريوف حتى لا تزداد الفتنة أيضا من الأسس وهو الأساس الخامس ينبغي على المسلمين أن يعلموا أن الصحابة التي وقعت أن الذين وقعت بينهم الفتن هم مجتهدون ومتأولون ومع ذلك ورد عنهم الحزن والندم لما جرى لأنهم لم يظنوا أن يصل الأمر لما وصل إليه وهذه الأمور هي درسة للأمة لأن الفتن لا يعلم الإنسان ما نهايتها مهما كان فيه من الصلاح والورع والتقوى فإثارة الفتن تبدأ صغيرة وتبدأ نارا مستكنة ثم تزداد وتنتشر ويصعب السيطرة عليها ولهذا كانت عائشة رضي الله عنها تقول إنما أريد أن يحز بين الناس مكاني يعني مكانتها ويأم المؤمنين أي في خروجها يوم الجمل ولم أحسب أن يكون بين الناس قتال ولو علمت ذلك لم أقف ذلك الموقف أبدا وعلي رضي الله عنه لما قتل طلحه ورآه علي مقتولا بكى وجعل يمسح التراب عن وجهه ويقول عزيز علي أبا محمد أن أراك مجدلا تحت نجوم السماء ثم قال إلى الله أشكو عجري وبجري أي همومي وأحزاني وبكى عليه رضي الله عنه وقال يا ليتني ميت قبل هذا اليوم بعشرين سنة وأيضا من الأسس أن أهل السنة والجماعة لا يعتقدون بعصمة الصحابة أي بعصمة أفراد الصحابة فليس كل واحد من الصحابة المعصوم وإنما الأمة معصومة أي أمة الصحابة عن الاجتماع على الباطل ولكن الأفراد ليسوا معصومين فقد يصيبهم ما يصيب غيره من نقوع في الكبار وفي الصغائر لكن لهم من السوابق والفضل ما يوجه مغفرة ما يصدر عنهم إن صدروا لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لما حصل من بعض الصحابة خطأ في إبلاغ القريش بهم النبي صلى الله عليه وسلم بغزوهم وأراد بعض الصحابة معاقبتها قال صلى الله عليه وسلم وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال فعلوا ما شئتم فأني قد غفرت لكم وهذا غبار أحد من الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم خير من الدنيا وما فيها فيجب الكف عنهم لأنهم أعظم الناس وأفضل الناس بعد الأنبياء ولو حصل ذكر لما حصل منهم فلابد أن يقرن ذلك بذكر منزلتهم العظيمة من التوبة والجهاد وسابقته مع النبي صلى الله عليه وسلم وخوضه مع النبي صلى الله عليه وسلم الدعوة والجهاد ضد أعداء الإسلام فإذا موقف المسلم من الصحابة ينبني على أسس لا ينبغي غفالها وما حصل من بعض أهل البدع من التكلم في الصحابة رضي الله عنهم فإن أهل البدع هم أهل فتن وهم الذين أجدادهم بدأوا الفتنة في قتل عثمان ثم في قتل علي رضي الله عنه ثم في قتل الحسين وما حصل من الفتن إلى قيام إلى هذا اليوم وإلى أن يشى الله عز وجل فخرجت الخوارج من تحت عباءة الفتنة وهم كانوا من الشيعة وخرجت الروافض أيضا من تحت عباءة الفتنة الأولى وما زال الخوارج وما زال الروافض هم أهل الفتن إلى يومنا هذا هم الذين يثيرون على المسلمين ولهذا ينبغي على المسلم أن يتعظ مما حدث وأن يكون له في ذلك آية وأن يتبع الحق ولا يتبع الهوى لأن اتبع الهوى يضل عن سبيل الله عز وجل أسأل الله عز وجل أن يصلح أحوال المسلمين وأن يجمعهم على كلمة التوحيد إنه ولي ذلك والقادر عليه والله أعلم وصلى الله وسلم عن أبينا محمد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر شكرا للمشاهدة